خبر أخير في هذه الجولة مشاهدين نقرأ تسمم 17 تلميذاً بمدرسة بادي الأساسية بسنار تعرض 17 تلميذاً بمدرسة بادي الأساسية بانين بولاي السنار أمس الاثنين لحادثة تسمم تم نقلهم على إثرها إلى المستشفى وتلقوا العلاج اللازم وتعافوا تماماً بينما اتخذت الجهات المختصة لإجراءات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الحادثة وأكد المدير التنفيذي بوشرى إدريس دفع السيد تعرض التلاميذ إلى تسمم مشيداً بالكوادر الطبية بالمستشفى وأبان أن المحلية قامت بإغلاق المطاعم بالمدرسة وصادرة الأطعمة والأواني وقامت السلطات الصحية بأخذ عينات لمعرفة مصدر التسمم ووجه مديري المدارس بإنشاء المطاعم تحت إشراف السلطات الصحية وإدارة المدارس لضمان سلامة الطلاب كما وجه والي الولاية اللواء محمد عثمان محمد حمد بانتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع تكرار مثل هذه الحادثة الحادثة مؤسفة ومخيفة وللأسف ليست الأولى التي تحدث في المدارس يعني متى تقوم الإدارات الصحية في إدارات التعليم المختلفة سواء في مدارس الأساس أو الثانوي بعملها هو أنا أفتكر أن الإدارات دي ذات فرصة تجي أنه في وظائف كثيرة جدا خلال كم واربعين سنة إحنا حسبنا أنها وظائف ثانوية وبدأت الخدمة المدنية تتخلى عنها حتى هي وظائف الزائر الصحي يعني حتى الآن الجامعات ما فيها مسؤولين صحيين دعاكم من المدارس ودي شكالات حصلت في المدارس بشكل كثير لأنه موضوع متروك على الله يعني كما يقولون وكما قلت ليست الحادثة الأولى نتمنى أنه هذا الموضوع يعيد إلينا مرة أخرى دور الزائر الصحي أو دائر الملاحظة الصحي أو أهل الصحة والموظف الصحي في المدارس وفي مؤسساتنا التعليمية وأهميته وأهمية ما يقدم من مياه ومن مأكلات للطلاب يعني ونسأل الله أنه يسلمون يعني نحن نشكرا لك الآن أستاذ شيخ يوسيف رئيس تحرير موقع شروغ نت على هذه القراءة تحريري لهم الأخبار الوارد السباحة اليوم في موقع شروغ نت شكرا جميل شكرا جميل لكم شكرا جميل لكم شكرا لكم